يظهر التقرير الصنوي لمنتدى بوقاو الأسيوي لعام 2023 الصدر في الثامنة والعشرين من مارس بعنوان الأفاق الاقتصادية الأسيوية وعملية التكامل أنه كمحرك مهم للاقتصاد العالمي فإن الانتعاش الشامل للاقتصادات الأسيوية في عام 2023 سوف يتصارع وذكر التقرير أن آسيا أصبحت نقطة مضيئة في الصورة القاتمة للاقتصاد العالمي وأن الحكمة الاقتصادية العالمية دخلت لحظة أسيوية وفي هذا الصدر قالت إعلامية عربية أنه بعد أكثر من عشرين عاما من التطوير أصبح منتدى بوقاو الأسيوي منصة مهمة للتبادلات السياسية والتجارية والأكاديمية في آسيا والعالم ما يسهم في إيجاد حلول صينية للمشاكل السياسية والاقتصادية العالمية منتدى بوقاو الأسيوي أفضى سنة عام بعد عام إلى حلول جذرية اقتصادية ليس فقط في آسيا وإنما في العالم بأكمله هو يلقي بظلاله على العالم ويقدم حلولا جذرية اقتصادية على المدى القصير المتوسط والبعيد قالت بكاري أن الرئيس الصيني شي جين بينغ طرح عدد من المبادرات بما فيها مبادرة الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي بهدف تحسين تكامل الحوكمة العالمية ودفع التنمية والازدهار في العالم الرئيس الصيني شي جين بين قدم مجموعة نقاط مهمة جدا تعتبر خارطة طريق سياسية واقتصادية وتنموية كذلك هذه المبادرة أو هذه النقاط من شأنها أن تقضي إلى حد ما على المشاكل السياسية والاقتصادية في العالم خاصة في ظل ما يعرفه العالم من اهتزازات ومن عدم استقرار من أهم هذه النقاط القضاء على أحدية القطب القضاء على السيطرة والهيمنة من طرف واحد وأن يكون العالم كله في تناغم وفي استقرار ويحقق الأمن والسلام ترجمة نانسي قنقر